السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سيكون درسنا الأول في التعلم على الحاسوب وأولا سنتعلم كيف نقوم بتشغيل الحاسب وماذا يوجد أمامنا في هذا الحاسب أولا يوجد لدينا هنا الشاشة ويوجد لدينا لوحة المفاتيح أو الكيبورد ويوجد الفأرة أو تسمى الماوس إذا كنت أريد أن أقوم بتشغيل الحاسب يوجد لدي في زاوية لوحة المفاتيح في الزاوية العلوية يوجد زر يدعى زر التشغيل عندما أضغط عليه سيبدأ الحاسب بالعمل وستظهر لدي هنا نافذة تسمى سطح المكتب هنا في الفأرة يوجد لدي زران زر أيسر وزر أيمن ويوجد لدي هنا لوحة اللمس لأقوم بتحريك المؤشر وهنا يوجد لدي مفتاح المسافة وزر الكنترول وزر الشفت وزر طبعا يوجد شفت من الطرفان وكنترول من الطرفان ويوجد لدي أيضا زر الانتر وزر الحزف الذي يسمى باك سبيس أول ما أقوم بتشغيل الحاسب ستظهر لدي هذه النافذة التي تسمى سطح المكتب يوجد لدي هنا صورة الخلفية وعلى طرف اليمين يوجد الأيقونات هذه الأيقونات لديه اسمان أيقونات أو ملفات ولكل واحدة على حدة اسم خاص بها فرضا هنا لدينا ملف عن برنامج الأكسل وهنا لدينا ملف عن برنامج الورد هنا تطبيق سكراتش برنامج سكراتش وهنا أيضا لدينا الحاسب الشخصي أيضا لدينا مجلد هذا المجلد يحتوي على عدة ملفات بداخله ربما صور ربما فيديوهات أو تطبيقات أو ألعاب أو إلى آخره يوجد لدي في الأسفل شريط المهام ناوي اليمنى من شريط المهام يوجد لدي مربع يدعى قائمة إبداء عندما أنقر عليه ستظهر لدي هذه القائمة يوجد فيها البرامج الموجودة على هذا الحاسب طبعا كل البرامج الموجودة ستظهر لدي هنا وعلى الطرف الأيمان يوجد بعض الأمور الموجودة لدي فرضا هنا يوجد لدي الإعدادات الصور ويوجد هنا لدي أيضا المستندات والحساب الموجود على هذا الحاسب ويوجد لدي أيضا في الأسفل زر التشغيل أو زر الطاقة إذا نقرت عليه ستظهر لدي ثلاثة أمور أو ثلاثة أوامر أول واحد إيقاف التشغيل إذا نقرت على إيقاف التشغيل سيتم إطفاء الحاسب إعادة التشغيل سيقوم بإطفائه وإعادة تشغيله مرة أخرى وعندما نضغط على السكون سيقوم بإقفال شاشة الحاسب ولكن سيبقى الحاسب يعمل هنا يوجد لدي صندوق أبيض يسمى صندوق البحث عندما أضغط عليه أكتب فيه أي أمر أريد البحث عنه كصورة، تطبيق، فيديو، أي شيء أريد البحث عنه أبحث عنه هنا في صندوق البحث فرضا أبحث عن برنامج الورد فأكتب WORD فيظهر لدي هنا البرنامج الذي أريده يوجد لدي أيضا هنا في شريط المهام التطبيقات التي قمت بتثبيتها والبرامج التي أعمل عليها فأي برنامج أقوم بفتحه وأقوم بتصغيره سيقوم بشكل مباشر النزول إلى الأسفل إلى شريط المهام يوجد أيضا لدي هنا زر تغيير اللغة إذا نقرت عليه يمكننا أن أقوم بتغيير اللغة فرضا هنا عين تعني اللغة العربية والENG تعني اللغة الإنجليزية والTUR تعني اللغة التركية ولدي أيضا هنا التاريخ والوقت وأيضا مستوى الصوت وأيضا يوجد لدي الوايفي أو الشبكة أو الإنترنت أضغط عليها وأختار الشبكة التي أريد وأقوم بالتوصيل بها إن كان يوجد كلمة سر أقوم بإدخال كلمة السر وأقوم بضغط على الاتصال حسنا يا أنسة كيف يمكنني أن أقوم بتشغيل أي ملف موجود أمامي على سطح المكتب أنقر عليه نقرتان سريعتان مزدوجتان على لوحة النمس التي رأيناها منذ قليل نقرتان سريعتان مزدوجتان فيفتح لدي الملف الموجود أمامي إن نقرت نقرة واحدة فهذا خطأ وإن نقرت نقرتان غير مزدوجتان فهذا خطأ أيضا فإذا نقرت نقرة ثم انتظرت ثم نقرت نقرة ثانية سيعطيني تغيير الاسم ونقرة واحدة فقط للتحديد أنا لدي ملف موجود أمامي أريد أن أقوم بتحديده أنقر نقرة واحدة أما نقرتان سريعتان مزدوجتان لفتح الملف حسنا يا أنسة ولكن على أي زر يجب أن أضغط من الفأراء الزر الأيمن أم الأيسر الزر الأيسر المحدد باللون الأخضر هو لفتح أي ملف موجود أمامي فرضا هذا الملف مجلد جديد أريد أن أفتحه أنقر عليه نقرتان سريعتان مزدوجتان بالزر الأيسر ليتم فتحه كما يحدث هنا أمامنا فلنشاهد نقرتان تم فتح الملف طبعا ولتحريك والإغلاقه أيضا نضغط زر اليسار أما زر اليمين المحدد باللون الأصفر طبعا هو الزر الأيمن سيفتح لدي هذه القائمة يوجد فيها عدة أوامر تحديث الحاسب تغيير خلفية الحاسب يوجد عدة أوامر قص لصق إلى آخره إلى هنا ينتهي درسنا الأول ودمتنا في أمان الله اشتركوا في القناة